هل الزواج من الله ولا اختياري أنا يعني أنا بختار طيب ربنا هو اللي بيريد بالبنت دي أم لا خطة الله لنا في الأصل أن نتزوج لأنه ليس حسناً أن يكون آدم وحده فأجعل له إيه معين نظيره وجاب له حوى الاستثنى البتولية والرهبنة ده الاستثنى لكن الأصل الزواج الله صنع زواجاً ما بين آدم وحوى ولما عمل ليه حوى ده حسن جداً خلاص يعني كده الله شايف أنه اكتمال آدم بحوى دي نقطة مهمة فخطة الله الزواج خطة الله الزواج إيه لم يكن خطته ليك استثنى أنك كده بتولية أو أو رهبنة طيب سؤال حتة التانية بيقول هل أنا اللي بختار ولا ربنا اللي بيختار ولا أنا بختار طيب ربنا هو اللي بيريد بالبنت دي أم لا لا أنت اللي بتختار بس الله حاديك قواعد للاختيار بيقول لك أمامك سكتين أمامك قواعد مثلاً على سبيل المثال الله حتى قاعدة قال لا شاركة للنور مع الظلمة لا اتفاق للمسيح مع بلعان يجي لك ولد بيشرب كل أنواع الشرب تعالى الكنيسة ما بيحبش الكنيسة تعالى الاجتماع ما بيحبش ليك أب يعترف آه بقاله عشرين سنة طب من طب ده آه 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 طب وبعدين لا ما أنا يقول لك يا عم ما فيه عرسان خدي وتوي بي إياك تسمع كلام ده جواز مش خدمة إياك تسمع الكلام وبعدين تيجي بقى مامتو تقول لك أنا عايزك تتشطري بقى وتوديك كنيسة لأ أنت حتروح أنت اللي حتخيبه وحتروح أنتش عتروحي لا إذن القاعدة لشاركة للنور مع الظلمة لاتفاق للمسيح مع بلعان تيجي تخديد تقول إيه أنا هو بقى ربنا رات كده لا مش ربنا رات كده ده اختيارك ده اختيارك وبرضو أنت كمان أنت ابن ربنا وبتاع كنيسة وبتاع إنجيل وبتاع دليس وبتاع الصلاة راح تختار واحدة مش بتاعت القصة دي خالص لي ما ينفعش إذن ومين اللي بيختار أنا اللي بيختار بناءا عن القواعد اللي حطاه بني يا ربنا ودايما نقول أنا هناك فيه توافقات وإنها لما الناس كلها حفظت فيه توافق روحي فيه توافق علمي فيه توافق اجتماعي فيه استقرار وظيفي فيه وقت مناسب دي اختيارات واحد راح تجاوز واحدة والوقت مش مناسب ولا ما فيه توافقات وحصلت مشاكل هو ربنا اللي إرادت كده لا مش ربنا اللي إرادت كده دي إرادتك الله لا يلغي إرادتنا فبدك القواعدون تختار ومتى زرعه يا تحصد صحيح لما الدنيا بتقرب الله يدخل محنيته يصلح بس ما أنت عندك السكة من الأول فالزواج من الله آه الاختيار منك آه صلي قولي يا رب مين البنت المبعوثة من عندك وصلي قولي يا رب ابعثلي الولد اللي من عندك فربنا يبعثلك اشرق الله في خطة ارتباطك ترجمة نانسي قنقر